السلام عليكم متابعيني شونكم حبايب ان شاء الله الكل بخير صحة وعافية اليوم ان شاء الله جايت لكم طريقة سمبوسة الدجاج وهي التبولة وهس راح نبدي ان شاء الله بطريقة عمل حشوة سمبوسة الدجاج طبعا هسا عندي دجاج مقطعته قطعة صغيرة بصل مثروم متوسط يعني الحجم القطعة او حسب اللي تحبوني انعم اخشن براحتكم كرافوس وورق سمبوسة هاي النوعية يعني افضل نوعية عندي اشوفها افضل نوعية هسا راح نبدي اه اول ما خلي الزيت شوي زيت لان انا ما اريدها لان هي راح تتقلب الزيت في قليل كلش على مود بس احمس الدجاج قطعة الدجاج احمسها زيان الى ان يعني اشوف القطعة هو الدجاج سريع الاستواء يعني ما يطول خصوصا اذا القطعة خفيفة وصغيرة طبعا من اطيب انواع السمبوسة اللي مفضلها طبعا هي سمبوسة الدجاج خليت رشة اه فلفل اسود وشوي ابهارات كاري يعني واضل ادلب بي الى ان احس نشاف الماء كله واحس القطعة استويت هسا خليت له شوي ماي لانه احس محتاج له شوي بعد يستوي او من بعد ما استواء هسا اخير شي اه راح اخلي البصل عندي هاذا البصل اه ثار متى اضل اقلب بي الى ان يصير لونه ذهبي واحس استوى عندي واخير مرحلة راح اخلي الملح والكرافوس اخير شي يعني اه اطف الطباق مثل ما على النار واخلي الكرافوس على مدلاء يذوب الكرافوس وشكله يعني يصير يعني اسود لا اريد هيتشي لونه اه اخضر يعني منeral horsepower الشكله اه احلي حسا طبيت النار وانتظر يبرد وباد cornet الثوجة اجول робورzd السمبوسة حسا راح اجي اسوي وايا ههة التابولة تبولة طبعا هي بطرق مختلفة بأشكال بس هي دائما تقريبا نفس المكونات هذا عندي خس نعناع ومعدنوس يعني باقت معدنوس تقريبا شوية نعناع طماطا نومية نومية أصفر وهذا البصل أخضر هذا الفيديو حبايب قديم يعني سجلتهم خليته فما نزلت صار الظروف هسا حبيت أنزله طبعا الفايدة باكو اللي انسان بوست الدجاج هواي بنات طلبوها مني وحبيت أنزل لهم الطريقة هسا الخس موجود بالسوق بس بصل أخضر أكيد ماكو بس هذا الفيديو قلت لكم قديم وحبيت أراويكم الطريقة وطبعا قدرون تستغنون عن البصل أخضر بالتبولة مو ضروري بس حسب أذواق يعني إذا تحبون خلوه وأجي أقطع هاي المواد كلها ثرمت الخس المعدنوس البصل الطماطا هاي الأشياء كلها طبعا مثل ما جاي يشوفون الطماطا خليتها يعني ينزل ما هي يعني ما أريد الماء مالتها يصير بالتبولة شوفوا شون نزل ما خليتها بمصفي أجي أخلي وإياه طبعا هسه بخصوص البرغل البرغل هسه تشوفون يا أما طريقة تنقعونه بليمون هسه أنا ما منقعته بس إذا تردونه نقعوه بليمون هسه خليت تقريبا نص كوب برغل هتش يعني بدون ما منقعته خليتها لي أنه السوائل اللي هالي الحشواء المعدنوس والخس الليمون هيا راح ترطب البرغل فما يحتاج إذا عندش وقت فما يحتاج تنقعينها أساسا خليت هذا عندي فلفل أحمر اختياري وهذا ملح طبعا فلفل أحمر اختياري تحبون خلوا ما تحبون لا تخلون وأرجع وقلكم البرغل خليتها رأسا إذا تحبون نقعوه شوي عادي بس أنا إذا عندش وقت خلي ويا هو راح يمتص الماء وشوفون الحبة حلوة وشي يعني مثل التقرض وأخير شي خليت زيت الزيتون واللي حاب ينقع البرغل ماكو مشكلة وهسا أجي ألف السنبوسة وأكيد الكل يعرف طريقة لف السنبوسة بس البنوتات الصغار المزوجات يمكن جدد يعني يجوز هاي الأفكار أو الطرق تعجبهن فيحب أن يتعلمن وكملة وهسا راح طبعا أقلي وكمل عشان اليوم لي سنبوسة الدجاج والتبولة وإن شاء الله حبايب عجبكم هذا الفيديو وإذا عجبكم لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وهسا مع أقليكم شوفوا ما شاء الله الشكل والطعم والريحة يجنن ومن أفضل أنواع السنبوسة معا ألف سلامة شكرا